صباح الخير أعزائي المشاهدين أهلا بكم وقولة حلقات برنامج كوليكشن معاكم الدكتورة هدير سيف ومعايا زميني الأستاذ أكرم السوبكي برحب به الحقيقة قبل ما نبدأ فقرات البرنامج الأولى ما عايزة أنوه نحن معنا النهاردة كذا فقرة بإذن الله معنا الأستاذة عبير محمود باحثة في علم الفلك ومعنا الأستاذ كريم كمال ده مطرب شعبي ومعنا الأستاذ حن عيسى ده فنان تشكيلي ومعنا مفاجأة في آخر البرنامج هيقدمها لنا الأستاذ إكرامي سوبكي قبل ما نبدأ فقراتنا أحب أأكد على أهمية الوقاية من فيروس كورونا اللي نتجنب النزول النهائي ولو اضطرينا ننزل لازم ناخد احتياطاتنا المسك بتاعنا الجلافز الكحول نحافظ على نكون في دايماً سبيس بيننا وبين أي شخصة هنتعامل معي حاجة تانية ما نجريش ورا كل الأخبار اللي دايماً بتتكلم حالات الوفاة كام حالة النهاردة نحاول نركز أكتر على تقوية جهاز المناعة لأن أساسي عشان أحافظ على كفاءة جهاز المناعة بتاعي إن أنا أتجنب الحالة النفسية السيئة طبعاً قوي جهاز المناعة بتاعنا إزاي؟ طبعاً الأكل الصحي لازم يكون فيه خضار وفاكة عشان ناخد كمية مظبوطة جداً من الفيتامينز مشروبات الدفية نحاول قدر الإمكان نبعد عن الأكلات البردة كمان فيه نقطة عايزة أنبه عليها ياريت ناخد بالنا كويس قوي من الإعلانات المالية سوشيال ميديا دلوقتي عن منتجات بيتدعي مروجها إن هي بتقي من فيروس كورونا أو بتعالجه لأنه هو فعلياً ما فيش أي علاج يعني خلاص تم تأكيد إن هو الفيروس كورونا وما ينفعش أشتري أي حاجة مجهولة المصدر حتى لا فيتامينز وبين إحنا قلنا هلتجنب أي حاجة مجهولة المصدر فكمان المعلومة مجهولة المصدر لازم نتجنبها عشان كده النهاردة معنا الأستاذة عبير محمود باحثة في علم الفلك أهلاً أستاذة عبير شرفتنا طبعاً إحنا قلنا لازم لما ناخد المعلومة ناخدها من أهل العلم فطبعاً إحنا النهاردة حضرتك مشرفونا وعايزين نوضح للسادة المشاهدين الأول علم الفلك يعني أنا عارفة إن علم الفلك ده علم دراسة الكون أو الأجرام السماوية إحنا عايزين نوضح الفرق بينه وبين علم التنجيم لإنه بيحصل خلط عند الناس ويقولك إحنا بنتدخل في الغيبيات وكذا فهيات حضرتك توضح لنا العلم الحاجة بتبحثي فيه بصي حضرتك هو علم التنجيم ده إن إنتي بتدخلي في الغيبيات مظبوط لكن علم الفلك ده إنتي بتتكلمي كل شيء بحسابات بحسابات فلكية زي حساب الماس والرياضيات والكلام كل ده بحسابات ودرجات ودرجات دي بتحكم وبتدينا دلائل وتتحكم فينا أو بتكون لها تأثير علينا تمام تمام علم الفلك ده يعني عبارة عن الطالع بتاع الشخص إيه هو الطالع بتاع الشخص الطالع ده يعني حضرتك اتولدتي الساعة كم؟ مكانك فين؟ البلد اللي هي اتولدتي فيها وتاريخ ميلادك تمام؟ وده بنسأله ليه؟ عشان إحنا بنحسبه عن بعد وقرب الولادة الإنسان عن خط جرينيج يعني كلها محسوبة بدرجات تمام؟ فهو ده اللي بيحكم علينا أو بيدينا دلائل بتتحكم فينا الدلائل دي الكواكب دي ربنا خلقها بتدي تأثيرات للأرض والأرض دي أو الطبيعة بتأثر علينا إحنا تمام؟ تأثيرها ده هو ده اللي احنا بنشوف الدلائل اللي بتحصل حوالينا يعني نقدر نقول إن حضرتك لما بتسألي حد على الأسئلة دي تولد إمتى والساعة كام وفين؟ علشان دي فعليا بيتم بيها حسابات معينة يعني ده علم يعني أنا عارف إنه هو علم زي الفيزياء والكيميا وكذا بالضبط وبرضه عايزين نأكد إنه هو علم قديم يعني مش حاجة مستحدثة أيوة نزل على سيدنا إدريس والقرآن أثبت بالدلائل وفي الآيات العلم الفلك ده إحنا بنتعلمه إزاي؟ إيه رأيك يا أستاذ إكرامي؟ حضرتك من المؤمنين بموضوع علم الفلك وكذا؟ لا الفلك تمام لكن التنجيم لا لا التنجيم حرام الفلك جميل جدا التنجيم حرام يعني إحنا كنا قلنا نوضح فعلا يعني زي ما حضرتك كنت بتناقش مع حضرتك قبل كده على إن علم الفلك ده علم مش تنجيم مش بندخل في غيبيات هي دلائل تؤثر في حياة الإنسان علم الفلك دلائل تؤثر في حياة الإنسان الفلك اللي هو الكواكب والنهوم تؤثر على الطبيعة والطبيعة تؤثر علينا جميل كلها تأثيرات وليس دخول في غيبيات أيوة أنا عارفة أنه أستاذ إكرامي قاعد يستغل لحضرتك قبل الهوى إحنا تقولي له بعض حاجات طيب حضرتك تكلمتيني قبل الهوى إحنا كلها بنتكلم وقلنا إن فيه كسوف جاي طيب إحنا بقى عايزين نوضح موضوع الكسوف والخسوف أصلا كظاهرة وعايزة أعرف حاجة تكلمينا بقى عن الكسوف اللي جاي ده ملابساته إيه وأخباره إيه بصي الأول إحنا هنشرح إيه هو الكسوف والخسوف تمام كسوف الشمس ده هو عبارة عن الأرض والشمس والأمر ماشيين على خط مستقيم ولكن الأمر يكون في المنتصف تمام فبيعمل عملية الكسوف إن الشمس ما تبقاش باي بس طب تغيب وقت النهار بس بيبقى فيه حاجة اسمها ظلي جزئي يعني الأمر بيبقى سايب ظل للشمس أو حلقي بيبقى فيه منتصف وبرده عامل ظل للشمس تمام لأن أشعة الشمس أكبر من الأمر تمام خسوف الأمر هو النور بتاع الأمر بيذهب وبينتهي وبيكون الأرض ما بين الشمس والأمر وبينتج عنه خسوف الأمر تمام بحنا كده تكلمنا عن ظاهرة الكسوف والخسوف طب برضه عشان نأكد برضه لسهداء المشاهدين وإن الكلام ده يعني مش جديد وفيه آيات بتأيد ويا ريت حضرتك تتكلمينا في الموضوع ده إيه الآيات المؤيدة للكلام ده والأحاديث النبوية لو فيه بسم الله الرحمن الرحيم وكل في فلك يسبحون سورة ياسين وذكر الله في آياته بسم الله الرحمن الرحيم وصخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى الشمس والأمر ده النعمة ورحمة لنا كل ده ربنا نزله لنا لنتعلم عدد السنين والحساب لأجل مسمى لأجل معلوم استنادا اللي تصبح سير التباري تمام كده وفيه من آيات الكسوف والخسوف آياتان في عدد رسول صلى الله عليه وسلم رأى الكسوف خرج فزعا بردائه وخشى أن تقوم الساعة وصلى بالناس وأطال بالصلاة ووعز الناس وهذه الصلاة تسمى صلاة كسوف الشمس تمام استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم أزن أين المفر وصدق الله تعالى عن لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوع وبهذه الآيات يبين لنا الله طريقة البحث العيني اللي احنا ممكن نبحث فيها لنتعلم من الدلائل من الآيات لنتعلم علم الفلك وعدد السنين والحساب طب دا هيا خلنا لسؤال تاني يعني إزاي بتتعامل الحسابات الفلكية أنا عارفة إن هو علم الفلك دا يعني كذا برانش يعني كذا فرع أنا فهمه بس يعني حرك لخاصلنا كده يعني إزاي علم الفلك دا حضرتك إحنا بنحسب منه موقيت الصلاة علم الفلك بنحسب تقويم الهجري للشهور الهجرية دا علم الفلك يعني دي أجزاء من علم الفلك إمتى هيكون الكسوف في مصر دكتور؟ يوم 21 يونيو 21 يونيو يعني 21 ستة ستة يعني بعد 4 أيام إن شاء الله طب المفروض حضرتك بقى شايفة يعني ممكن نستعد نعمل إيه أو إيه المفروض نعمله يكون يعني المظاهرة دي تبتدي موجودة المفروض إحنا نعمل إيه كناس يعني؟ أولا عايزة أضيف لحضرتك كلام ربنا برضو بيقول كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يعني ربنا ادانا العلم وادانا البحث العلمي من آياته أيها علشان إحنا نتفكر ونبحث هو دا الدليل من آيات الله ادانا ربنا الآية وإحنا نفسرها ونبحث البحث العلمي وحتلاقي حضرتك إن معظم الناس اللي بتبحث في البحث العلمي في الفلك لما بيوصلوا لدرجة معينة هما أصلا بيكونوا ملحدين أو يعني مؤمنين إن هما جايين من الطبيعة وإيه فجأة بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من عجاز قدرة الله وصدق آياته من الإعجاز اللي بيشوفوه بالضبط طبعا الحاجات الكسوف دا هيكون حلقي جزئي وده حيكون في تمام الساعة 49 دقيقة صباحا في توقيت سعودية 48 دقيقة صباحا بتوقيت مصر 48 دقيقة صباحا بتوقيت العراق وكل دولة طبعا على حسب قربها وبعدها عن خط جرينجي ونرجع تاني نقول إن الحسابات لما تخص الفلك متصلة بخط طول وعرض وحسابات محسوبة وليس تنجين كلام مصبوط طب ايه الدول اللي هتشوف في الدلائل بتاعت الكسوف والخسوف مأكيد ليه دلائل تمام قبل ما نقول الدلائل هنقول الكسوف ده هيكون في برج السرطان في الدرجة صفر وبنأكد في الدرجة صفر يعني بنرجع نقول تاني ان ده علم بدرجات وحسابات وليس علم تنجينه طب يعني ايه موجوده في برج السرطان برج السرطان ده برج مائن في الدرجة صفر يعني ان كل الدول التي تطل على بحار سوف ترى الكسوف والخسوف بس الدلائل كل دولة على حسب قوتها وضعفها على حسب وجودها في المدار في برج السرطان طب احنا معانا دلوقتي فيديو لحضرتك يعني هسأزن حضرتك نروح نشوفه ونرجع حضرتك يعني حيحصل صورات في البلاد طبعا انتي قبل كده قلتلي على صورة امريكا صورة في امريكا ومزاهرات في امريكا وحصل طيب تمام طب هو الفيديو لسه بيجهز فاحنا ممكن نكمل مع بعض دلوقتي الدول اللي حتشوف الكسوف اللي حيكون في برج السرطان يوم واحد وعشرين ستة في الدرجة صفر تمام الدول كوريا الجنوبية والشمالية شمال تركيا ووسطها جدة سواحل فلسطين سواحل لبنان قطر الامارات سواحل سوريا كبرس تونس الجزائر المغرب سواحل مصر الشرطية هولندا الدينامارك البحرين اسكوتلندا امريكا واحنا طبعا سواحل مصر الشرطية سواحل مصر الشرطية طيب يعني حضرتك قلتي او أوصيتي ان احنا مفروض لما يحصل موضوع الكسوف ده حيكوتي بتقوليدي قبل الهوى لا يزن نصلي صلاة كسوف اه طبعا بسي الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بالدعاء لان الدعاء يرفع البلاء صح ويغير الاقدار نزبط واحنا ماشينا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة والسلام فانا يعني بطالب ائمة المساجد بالصلاة في التوقيت اللي انا قلته لعل الله يرفع عن الامة الاسلامية والعربية البلاء وان شاء الله بإذن الله نشوف الخير وربنا يقدر الخير لجميع المسلمين على الارض يا رب يعني قصد حضرتك ان هم يوجهوا الناس ان احنا هنبتدي نصلي وكل واحد يصلي في بيته في التوقيت اللي انا قلته كل واحد يصلي في بيته بنأكد يا جماعة كل واحد يصلي في بيته لعل الله يرفع البلاء استنادا لصلاة اللي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة الكسوف يا ربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله رب اللي خلديكي طب انا كنت عايزة اسأل حضرتك عن العلاج الفلكي العلاج الفلكي العلاج الفلكي ده يعني اختيار التوقيت السليم في ان احنا نعمل حاجة صح يعني حضرتك مثلا الكواكب اللي كانت صعدت لكي ساعة الميلاد الخاصة بيكي يعني انا ما ينفعش اقول لما بقول توقعات برج كذا انا بقول توقعات عامة فممكن الناس تشوف وتقول لأ دي ما صدقتش دي ما مجاتش معايا اكيد مش هتيجي معاك او لو جات معاك هتيجي واحد في المية لان انا مش بخطبك انت شخصيا لما بخطبك بتكلم عليك انت نفسي اه بتكلم على تاريخ ميلادك ساعة ميلادك مكان ميلادك ودي كل ده بيتحسب طبعا حضرتك ساعة ميلادك دي تاريخ مكان ميلادك ده تاريخ يعني خط الطول وخط العرض ده تاريخ رقم اه اصلاحيك ده رقم وده رقم ومكان ميلادك ساعة ميلادك ما ده رقم ايه تاريخ ميلادك ومش كله ارقام ساعة ميلادك مش ارقام اه المكان اللي انتش موجودة فيه مش خط الطول والعرض ده ارقام يبقى برضو بنرجع تاني ونقول انها كلها حسابات بالدرجات وليس علم تنجيل طب يعني حضرتك دلوقتي ان حتى ابناء البرج الواحد انا مقدرش اعمم عليهم حاجات عامة لهم كل شخص كل اربع دقايق بيتغير درجة الطالع وكل ساعتين يتغير البرج الطالع او البرج الصعد البرج الصعد يعني ايه يعني البرج الصعد بتاعي اللي هو بيتكلم عن الصفات الحقيقية بتاعتي اللي هي انا والناس شايفينها فينا اما البرج الشمسي الصفات اللي انا شايفها في نفسي لكن الطالع اللي هو حضرتك والاستاذ اكرامي شايفينها ودفية انا طب وحضرتك بتحسي بيها ازاي بالدرجات بالدرجات بين التاريخ والساعة وكده تمام بتحسي بيها كل شخص الواحد كل شخص الواحد فبيبقى كل واحد البيت الاول في البرج كذا البيت التاني الكوكب كذا البيت التالت الكوكب كذا كل الكواكب دي بيبقى فيه وقت للتراجع انا ماينفعش اعمل في وقت تراجع التراجع دوت مش معنى ان هو متراجع ان هو بيرجع الورا لا هو بيبقى ماشي الحركة امامية بس بحركة ضعيفة جدا او حركة بطيئة زي كده حد ضعيف حد مريض الحد المريض ده الخطوة بتاعته بتبقى ضعيفة جدا فبيدي التأثير بيبقى تأثير ضعيف او تأثير سيء لكن لما بيكون الكوكب في بيته او في شرفه او في درجة سعيدة بيعطينا الدلائل السعيدة او الايجابية فاحنا بنستغل للوقت اللي فيه سعادة الكوكب بتاعنا واحنا بنعمل فيه بقى مشروع ناجح علاج علاج حضرتك ممكن دكاترة التجميل لما بيعمل عملية نجحة في وقت السعيد دي بقى اسمه بيعمل صد صوت جامد جدا في وقت السعيد بقى ليه هو ولا البيشونت اللي هعمل له لا للبيشونت على البيشونت وقت السعيد مثلا حضرتك عايزة تبدأي مشروع عايزة تبدأي برنامج او حلقة تلفزيونية بيبقى برضو لازم يكون في وقت السعيد عشان البرنامج بتاعك يفضل ماجح لو حضرتك عملتيه في وقت درجة نحسة او درجة سلبية الدرجة دي بتعود عليك انها بتخلي التأثير بطيء او تقدم بطيء او بزي حضرتك صح اه بزيزا تاكلام مزبوط وحنا دلوقتي معنا فيديو لحضرتك اه يعني هزنك نعرضه ونرجع نتمل كلام تغيرات جديدة في بعض الشعوب قال ان الشعوب سوف تصور وتغبط يعني حيحصل صورات في البلاد؟ طبعا انت قبل كده قلتلي على صورة امريكا صورة في امريكا ومظاهرات في امريكا وحصلت والحلقة موجودة وقلتلي على الزلزال قبل كده بتاع اسكندرية اللي فات وحصل اه انا قلت لحضرتك اني دع من بعد شهر ثلاثة هيحصل صورات وهيحصل ايش حصل حصل الحلقة موجودة وتشهد على زلزال حضرتك جيت قلتلك الحلقة الاخيرة نجاتك قلتل حضرتك اني شهر رمضان هيحصل اه مش هيحصل حاجة اجل انه حيثتها ارتول تقول بعض الادوية اذا انا في الكسوف والكسوف ما كانش يوصلنا للحالات السيئة اللي احنا فيها دي او الاعداد دي احنا شفنا الكسوف والكسوف بطريقة منخفضة جزء يعني الثلالة بتاعته كان حبثتها ضعيفة 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 علينا بس استثار الناس والله مبالاة هو اللي خلنا الاعداد سيفيد مم تمام لكن احنا كتأثير للخصوف للارض اللي حصل في التقوعات اللي فاتت اللي كانت في شهر اتناشر كيب ما تكادش تخلينا احنا نفصل للوضع ده تمام تمام وده يصيب المحاصيل الزراعية مم يعني ممكن تلاقي المحاصيل الزراعية فيها جدان يأكل فيها ضراط وده غالبك هيبقى في المحاصيل اللي هي بتتروى زي الرز اللي هي بتشرق مية كتير اللي بتاخد مية كتير اه القصب والرز اي حاجة فيها مية والحاجات اللي بتتأثر بمية كتير عشان هي الخصوف برمضان بورك السرطان اي حاجة فيها مية كتير هتتأثر ليه تمام الوباء يصيب الحيوانات الاليفة الكلام ده بقى في الدول العربية بتاعتنا واللي هيبقى في الاماك كل الدول اللي انا ذكرتها ام في حالات الخصوف اه دي اللي حتشوف الكلام اللي انا بقوله اه الوباء ده اه ممكن اه الحيوانات الاليفة طبعا من الشرط القضة والكلاب على فكرة عايزين حضرتك تقول لنا دكتور دلائل الكسوف دلائل الكسوف حيكون فيه زلزال عظيم زلزال هدامه وحيكون حدوثه بين الفترة والله اعلم 15 يونيو ل25 يوليو 15 يونيو ل25 يوليو يعني 15 ستة ل25 سبعة هي دي الفترة اللي احتمال حدوث الزلزال الهدامه والله اعلم رياح وهيوم فيضانات براكين دباب شديد تغيرات مناخية غير طبعية وطبعا احنا شايفين كلنا التغيرات المناخية اللي غير طبعية اللي المفروض ان احنا شايفينها وده تأثيرات دخول زحل لبرج الدلو اللي هو دخل في شهر تلاتة دخل في شهر تلاتة وحيستمر موجود في برج الدلو لمدة سنتين ونص طب التغيرات ديك على مستوى العالم طبعا اه طبعا لان الزحل موجود في برج الدلو على مستوى العالم الطبيعة سوف تصور وتغضب اكثر من كده اتزا اتزا عبيرنا هي سنت صعبة بس اللي جاي اسوأ احنا طبعا عايزين ندي للناس طقة ايجابية بس يعني بس حضرتك قلت لي حاجة قبل الهوة عجبتني قلت لي واشنة مش بنسمع ايه اللي هيحصل عشان نقضي نستنى اللي هيحصل تقي إلى الله قريب من الله يرفع عننا البلاء يعني احنا نعمل الحسابات دي عشان نعرف عشان نقدر نشوف نقدر نعمل ايه نصلي ندعي ربنا نصفي النية ندفع زكاء نعمل حاجات كل ما يقربنا إلى الله ويخلينا ان احنا يرفع عننا الله البلاء يرفع البلاء عننا وعن الأمة الإسلامية جميعا يا رب الشعوب أيضا سوف تصور ومنها أوروبا وطبعا أمريكا بدأت لأن الدلايل بتبقى قبلها بناخد تأسيرات الشعوب هتصور احنا تاني لا ما اعتقدتش حصل مصر محفوظة ليوم الدين وما فيش جفاف الأنهار لمصر الناس اللي قاعدة خايفة ما فيش ما تخافوش مصر محفوظة ليوم الدين ده كلام إيجابي جدا مهم جدا مصر محفوظة ليوم الدين والرئيس بتاعنا ربنا يديله الصحة يا ربي أو يعينه علينا هو بيسير معنا للتقدم وأرجو من الناس بس إن هي التعاون شوي التعاون يعني التعاون لنفسكم هو في الأول وفي الآخر فرض صحة فالفرض ده ما بينجحش اللي بتعاون الجماعة مظهور إحنا اللي بننجح وإحنا اللي بنفشل فما نجيش نحط نقول إيه فلان ما لا ما عملناش لا عملنا بس إحنا ما تعاوناش لازم يكون تغيير الألفاظ دي لازم نهتمي بها جدا صحة المفاهيم دي لازم تتضبط لازم الناس تبص آه ده بيعمل بس هل أنا تعاونت مع اللي بيعمل يعني هل أنا بعمل اللي علي أو على الأقل المطلوب عشان الفكرة تنجح طيب أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة من الدلائل في غلاء أسعار هل رئيس الجمهورية بالمنافذ اللي عملها هو اللي مغلل أسعار ولا التجار لا طب المشكلة فينا إحنا كشعب بالضبط فإحنا لما نيجي ندور هنتش بتدوري يعني ما تدوريش تبحسي أنا عايزة حط في الدكتورة هدير العيب لا ما أنا ممكن أدور في القاست بتاع مين اللي ما تعاونش معها عشان يوصل لنتيجة سليمة طيب دكتورة بمينا حضرتك مش عرفانا النهاردة ما نفعش نقفل الكلام طبعا غيلا ما نسأل طب أحنا نكمل بقية الدلائل هو ليس فيه أكتر من كده خط دليل سوف تكون ثورات غاضبة اللي هي في أوروبا وأمريكا وبقى يصيب المحاصيل الزراعية بمعنى الدلائل اللي احنا قلناها إن الكصوف هيكون في برج السرطان في برج مائي فبالتالي المحاصيل اللي هتتأثر اللي هي بتاخد ميا كتير زي الرز ده بياخد ميا كتير جدا فده ممكن تتأثر بقى بجرد بديدان فسوف تتأثر المحاصيل الزراعية اللي بتاخد ميا كتير تمام عشان الناس ما تقولش احنا نخش في مجاعة لا احنا مش نخش في مجاعة بعد أيها المحاصيل بالضبط وممكن ما تكونش عندنا في مصر أصلا إن شاء الله يا رب يعني الدلال اللي انا بقولها دي على فكرة ممكن مصر متشوفش منها ولا تأثير واحد ربنا يطعم من حضراتك الله وفي برضو دول من اللي انا ذكرتها برضو ممكن متشوفش لتأثيرات ضعيفة وفي ناس حتشوف تأثيرات قوية هيبقى فيه اختلاف من مكان لآخر بالضبط الله ينور عليك يعني احنا برضو عشان ايه ما نقولش ان احنا لأ مصر حتشوف ده لأ ممكن مصر متشوفش ايه حاجة من الكلام ده وممكن بعض من الدول العربية برضو متشوفش الكلام ده أزمة برلمانات الأزمة دي بدأت في تركيا أنا كنت عرضة في نفس الفيديو ده فيه أزمة لبرلمانات تمام البرلمانات دي حصل في تركيا وبعدين حصل في تونس والبقية تأتي والبقية تأتي انهيارات اقتصادية شديدة حنشوفها في شهر يونيو ويوليو يعني ستة وسبعة انهيارات اقتصادية شديدة حيتأثر بيها معظم دول العالم تمام انقلابات دموية في حاجة عايزة أقولها يعني لا الأول احنا عايزين نأكد لستاذا المشاهدين هم نتكلم الكلام ده عموما على الكوكب كله فمش معنى كده ان بلد واحدة هتشوف كل ده لا طبعا خالص لا طبعا وممكن يعني في دول من اللي أنا ذكرتها ما تشوفش اي حاجة من الدلال دي خالص في وفاة ملك أو رئيس أوكي تمام عايزين بقى نقول للناس ان هم يصلوا ويدعوا وبرضو بنناشد أئمة المساجد وبالناشد الأظهر ان هو يعمل صلاة سماعية للناس بقول سماعية يعني ما بأمورش بفتح المساجد ولا بطالب بفتح مساجد كل واحد يصلي بيته بس نسمع من الأئمة لان في ناس ممكن تكون متعاش مظبوط مظبوط جدا يعني بجد يا دكتور حدرتك قلتنا عن معلومات مفيدة جدا النهاردة وأهم حاجة أكدنا عليها إن علم الفلك ده علم قديم جدا يعني هو علم مش تنجيم مش دخول فغيبيات عشان إحنا كان جاي لنا أسئلة كتير عن موضوع دوت وبنسبة خلط الأمور ويا ربنا يحفظ مصر ويحفظ حدرتك وشرفتين إن شاء الله مرسي ربنا يا خليتي شرفتين أعزائي المشاهدين هنطلع خاصل ونرجع للفكرة البعدة